بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان أتدرب على قراءة الكلمات المتضمنة للهمزة المتوسطة ما معنى الهمزة المتوسطة؟ الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تكون وسط الكلمة يعني بخلاف الهمزة المتطرفة التي تكون في آخر الكلمة أو الهمزة التي تكون في أول الكلمة إذن الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي توجد وسط الكلمات إذن عندما أريد أن أقرأ هذه الكلمات مثلا الهمزة فوق الواو فإنني أقرأ الهمزة مع حركتها بغض النظر عن الواو أو الألف ولكن أقرأ يعني على حسب الهمزة وحركتها إذن تابعوا معي هذه الكلمات بي أ رون بي أرون بي أرون مئ ذا نتون مئ ذا نتون مئ ذا نتون لؤ من لؤ من لؤ من ساي لن ساي لون ساي لون بوء را جون بوء را جون بوء را جون ميد فا جون ميد فا جون ميد فا جون كو بوء را جون كو بوء را جون را جون را جون را جون مرء را جون مرء را جون بالنسبة للحرف الساكن سواء كان همزة أم حرف آخر فإنه يقرأ مع الحرف المتحرك قبله دائما الحرف الساكن يقرأ مع الحرف المتحرك قبله دائما الحرف الساكن يعني يقرأ مع الحرف المتحرك قبله ولا يقرأ الحرف الساكن وحده مستقلا بل دائما يقرأ مع الحرف المتحرك قبله لأنه معه يشكل مقطعا صوتيا واحدا إذن أعيد معي قراءة الكلمات بئر مئذنة لؤمن سائل بؤرة مدفأة كؤوس نتائج رأفة مرأة فأس تفاؤل وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد في حول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته